سوا عليكم يا دا كاترة. النهاردة بازن الله هناخد درس اللي هي ادوية المفروض ما تقداش تحصل عليها غير لما حد الدواء ده لك. يعني يكتبهولك على روجته. طبعا فيه انواع كتراوي من الادوية الخطيرة دية. لكن اللي علينا منهم بس ادوية القلب. كارديوباسكال دراجز. زي البيتا بلوكرز او الكالسيوم التشانل بلوكرز او الديجيتالز. تلات عائلات كده كبار. هنبدأ بتلخصهم. بعدين نحل اسيل امسي كيوز عليها. وبعدها بص سريع كده على الاس اي كيوز برضو عشان مننساهمش. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. بسم الله ونبدأ في الكارديوباسكالر دراجز زي ما قلت لكم في بداية الفيديو وعلينا تلات انواع بس. البيتا بلوكرز والكالسيوم التشانل بلوكرز. واخيرا الديجيتالز. تعالوا نبدأ كده بسرعة بالميكانيزم اولا بالنسبة للبيتا بلوكرز. فمن اسمهم هيقفلوا البيتا ريسيبتورز. طبعا مش لازم افكركم انه كان فيه سيستم كده مسؤول عن سميناه بالسيمباثاتيك سيستم. كان الريسيبتورز اللي بتشتغل فيها لاما بيتا او الفا. فاحنا هنا لما نقفل البيتا كي ان قفلنا جزء من السيمباثاتيك سيستم. فالسيستم التاني المقابل ليه هو اللي هيشتغل البارة. بالتالي اعراض ايه لها تبقى ريست او ديجيست. انك قاعد وما انتق كده. نفس الحاجة مع الكالسيوم تشانل بلوكرز. عشان احنا لما نقفل قنوات الكالسيوم القلب او العضلات عامتا مش هتلاقي حاجة تنقبط بيها تعمل الاكشن بوتينشل. ونفس الحاجة مع الديجيتاليس بس عشان تأثير تاني بسبب زيادة اللي هو المسؤول عن البارة برضو. ماشي. كده احنا فهمنا. طب اللي ميجي يكتب لك في الامتحان. هتقول له بس? لأ. هتقول له والله بعد ما ما حصلها النتيجة ان في حاجة اسمها قالت في الجسم. فهي ديت اللي سبب ببارة لما تدرسوا الميتابوليزم ان شاء الله السنة الجاية هتفهموا عنه اكتر بكتير قوي. وده هو هو بيقل برضو مع اما مع الديجيتاليس وقلنا ان ده عصب بس قول عن البارة. فاحنا لما نزود للنيرف سبلاي للنيرف ده هتزيد. فعشان تفتكروا بس اكتبوا كده ميكانيزم اف اكشن. يعني من الاسم يعني بعد ما تكتب شرح الاسم هتكتب المكتوب بين قوسين وكده اضمن لك الدرجة كاملة. بإذن الله. ماشي. بالنسبة بقى للانواع. هل بقى هتعمل ودفضل تحفظ للكالسوم تشانب لوكرس مثلا. وما الى اخره? لأ. ليه لأ? عشان انت مش في فارمة. كفاية عليك نصيحة مني ليك? تحفظ كلمة واحدة تساوي الف نوع. جات ازاي دي. للبيتا بلوكرس. اتحفظ الصوفيكس قلول. يعني اي حاجة اخرها قلول بيتا بلوكر. واشهرهم البروبرانول. وده الموست دينجرس. اسمعوها مني كده بس. عشان لو جات. او القاتين قلول. اخرها قلول برضه. اما كالسوم تشانب بلوكرس. فبيبقى اخرهم دي بيم. زي اللي في دي بيم. او الاملو دي بيم. وطبعا انا لما اقول لك رول زي دية اعرف ان اي رول بيبقى لها اكسبشن. زي مسلا الفيرا باميل. ده برضو كالسوم تشانب بلوكر. واسمع عنه مني كده بس زي ما قلت لك ما تكتبهوش. غير لما نحتاجه قدام في الاسئلة. والحاجات التانية اللي هقول لكم تكتبوها برضو. اما مع الديجيتالس. فبيبقى اولهم ديجي. ايوة هي الفارما كده لاما حاجات او حاجات بريفكسس ما تستغربش. زي مسلا الديجيوكسين. احنا كده الحمد لله خلصنا درس الكارديو باسكار دراجز. طبعا انت مش بصدقني. لانه والله مش بتبقى لنا اللي هم اصلا حوالي حاجتين بس. هنبدأ بالكلينيكال بكتر. احنا قلنا والله في البداية ان كلهم ادوية قلب. وانه كلهم لهم بارة اكشن. وكلهم حاجة اسمها بعد ما اقول لهم لك بتقوليش انا ما كنتش عاوز اعرف انا مش عارف للصراحة ازاي هتبقى الطبيب بدون ما تعرف التلات مصطلحات ده. بالنسبة للدي فمقصود بيدروبوتروبي. اول مرة تسمع عنه مش مشكلة اكتب بنقصين كده يعني انتقال الكهرباء في القلب. بتقل بيحصل لها بتقل. وتاني حاجة معنا وده الانقباط بتاع القلب. واخر حاجة معنا اللي هو بقى سرعة القلب. اكتبوا الكلام ده تلقيت يا دكاترة عشان همسحها. اول ما اقول خلال الفيديو نقص على طولة في سكره التلاتة بتوعنا. بتطلع بعض ما بينهم مفيش مشكلة. حروفها اطول حروف. فهنفتكر ان هي اسرع حاجة. فنتكلم هنا عن السرعة. اما هنفتكر ان هي ايون فهنقول والله الايونز بنحتاجها في الكونتراكشن في الاكشن وتنشيال. والدروم تروبي اللي هتتبقى مع الكونتراكشن. ولو سألك عن الميكانيزم في اكشن برضو يبقى قول له نقص في بيحصل في الميكانيزم. نقول بسم الله كده عشان احنا اصلا خلصناها كده. هنميز بالهايبو جليسيميا والهايبر كاليمي. زيادة البوتاسيوم في الدم. واحفظوها كده زي ما هي. اما الكلسام تشاند بلوكرس هنميزها بالهايبر جليسيمي. والديجيتاليس عندنا عالمتين فيهم مميزين انه والله المريض بيشوف الحاجات باللون اقدر مصفر. غير انه في البداية يحصلوا جي اي تي اللي هما الاعراض اللي اختصرناهم في حروف سدم. الكوليك او المغص. وديارية او الاسهال. ونوزيا اللي هو الاحساس بالترجيع. اللي هو الترجيع بقى فعلا. لو ما كنتوش تعرفوا الديمونيك ده اكتبوه دلوقتي بالمختصرات بتاعته. بس كده. والتاني حاجة معنا هنعالجه ازاي? والله مع التلاتة هتدي له جليجوز. حتى مع اللي عنده هايبر جليسيميا ده? اه. حتى بتاع الهايبر جليسيميا ده? اه. ما تلاقش زيادة الجليجوز مش هتقتله? احنا بنتدي له الجليجوز عشان يرجع بتاعت القلب زي ما كان. غير ان احنا يا عم هندي له انسولين كمان عشان يدخل الجليجوز الخلاية. طب وبس كده هنسكت? لأ ما تنساش بتاعنا. ده مع البيتا بلوكرز بنتدي له جليجا كون. بلاش ندخل في متهاك وقول لك وبتاع ايه? عشان مش هتصدقاني لو قلت لك انه بيعمل عكس بتاعت الانسولين. بيزود الجليجوز في الدم. طب مع كده تتوقعه هندي له ايه? بكل بساطة هندي له كالسي. اما مع هندي له المحترم بتاعنا اسمه ده بتاع الديجي تالس. شوف بيبدأ برضو. زي كل حاجة في الديجي تالس. فمحدش انسى ده بقى. ده حتى عنده نفس البريفكس. بس كده? اه بس كده. شفتوا الموضوع بسيط ازاي? احنا بس مش عاوزين ننسى بتاعتنا شوية كده ملاحظات يعرفوها. انه والله مع مستوى في الدم مش مرتبط بنسبة التسمم. فسواء البيتا بلوكرس عالية او واضحة في الدم. ده ما يقول لناش الراجل اللي قدامنا ده متسمم قد ايه? اما مع الكالسيوم شاند بلوكر هنا هنقول هو السبب بتاع الهايبرجليسيمي. لان الانسولين ده زي ما انتم عارفين بيدخل الجلوكوز جوه الخلايا. لو ما فيش انسولين يدخل جوه الخلايا هيفضل في الدم. فنسبته في الاميا اللي هو الدم هتبقى عالي. وبالنسبة للديجي تالس بيقول لك الانتدوت ده لسه جديد. فالجيد غالي. احنا مش هندي لكل الناس. ده اصلا عبارة عن لو تعرفوا. افتكروها بي في معلنة بيقول لك. اديه في يعني ايه يعني الحاجات ديت قوية قوي. نديله مثالين كده عشان ما يزعلش. هنقول له يعني من كتر مخصاص القلب ديت مقلت. اتسببت في غير انه نسبة في الدم بتاعته زادت برضه. ولو لاحظتوا عشان عارف انكم هتسألوا انا ما جبت السيرية البوتاسيوم مع الكاسيوم الشادة بلوكر ولا مع الديجي تالس في البداية. لانه ممكن يحصل هيبو او هيبر كاليمي الاتنين. وفي معلومة كده اسمحها مني وطلحها من ناحية التانية. لو جاله هيبو كاليمية هنديله بتاسيوم كولورايد. عاوزت اكتبها اكتبها مش عاوزت اكتبها فيش مشكلة. يعني لما البوتاسيوم في جدامه بيقل بدي تديله بتاسيوم. بس معاك كولورايد عشان ايه نعرف ان دخلوا الدم. اخر حاجة بقى بجاب بيقول لك اللي هو ان ان احنا نطلع التوكسن من الدم عن طريق زي مسلا بلازما فريزيز والهيمو دايليزيز والهيمو برفيوجن والحاجات اللي خلناها في شابتر وان ديت. الاستيب رقم ثلاثة. بيقول لك ما بتمفعش. ليه? زي ما تعودنا. هنقول له بالزبب زيادة يعني مش فاهم انا لسه جديد معاك. الليمبف ده يا باشا. الليبت سوليوبيليتي والموليكولار والبروتين بايندين واخر حاجة وطبعا زي ما قلت لكم ابلكده زيادة بتساوي قلة طبعا لما كنتش تعرف النمونيك ده هتعمل ايه? هتكتب. والافضل انك تصور الشاشة دلوقتي عشان احنا خلصنا خلاص. طبعا لو انت شاطر بقى وعرفت بتحفظ السامر دي مية في المية اسمع مني معلومتين دول. اسمحهم كده وطلحهم من ناحية تاني. او مش اسألك عليهم. الا نادرة. اقل من عشرة في المية. بيقول لك الكالسيوم ده. ايه رأيك نديه للديجيتاليس? طبعا لا. عشان هما لقوا باكتشافاتهم اللي احنا بنعرفهاش. ان الكالسيوم ده بيزود بتاعت الدجيتاليس. تم معلومة كمان. مش هو جاي لنا ببرادي كارديا وهايبوتنشان. تم تعالجهم يا عم بحاجات تانية غير الانتي دول. ماشي ما فيش مشكلة. عاوز تديله ايه طيب? اديله او سمباثوميوماتيك. مش اللي اتنين هيتسببوا في سمباثاتك اكشنز? اه. خلاص ماشي فيش مشكلة. نديله اتروبين. ونديله كاتيكولامين. زي الادرينالين مسك. انت كده بتفكر منطقي وعجبتين. اللي اصنا كده الحمد لله. نروح بقى للاسئلة بسم الله. هنحل مع بعض ان شاء الله سبع اسئلة. بعدين نروح على سبع اسئلة تانيين. وما تقلقوش اللي بازن الله درس السامري اللي احنا عملناها بالوقتي. هيعرف يحل اكتر من تسعين في المية من الاسئلة اللي ممكن تعدي عليه. بس طبعا اللي موجودين في جمعتنا فقط. محدش يجيب لي اسئلة خارجية. بيقول لك هنا. يعني هل البيتا بلوكر ده التسمم بتاعي. بيزبب في سيادة. احنا عرفنا كده. احنا عرفنا والله ان مع البيتا بلوكر ده. حتى مع الكالسيوم اتشنت بلوكر لو لاحظته يعني. فمنطقي قوي اللي هو يقولك فولس. ها قلنا ايه في الاثر نوتس? لا. ومش بس البيتا بلوكرس على فكرة. احنا اخدنا بلكده مش بكوروليت ود اتس توكسيسي. غير اللي احنا اخدنا كمان الاسبرين اللي هو واخدنا كمان ايه? هناخد كمان لسه كتير يعني بنفس الوضع ده. فمتنسهوش. البيتا بلوكر. اهو ركزولي كده على النقطة دي. لسه حالين سؤال شبه. البيتا بلوكر مع الكالسيوم بلوكر فعلا بيسببه في بتاع السيكليك ام بي. الاجابة هيبوكاليمية. لان احنا كاتبين هنا في البيتشير ايه? هيبوكاليمية العكس. البوتاسيوم بيزيد في الدم. مع البيتا بلوكر. اما مع الكالسيوم والديجيتاليس. لا ممكن يقل الا ممكن يزيد. وكان حطط لك ثلاث اختيار التانين. كان حطط لك هيبو جلاسيمي صح. وكان حطط لك برادي كاردي صح. وكان حطط لك هيبو تينشيب برضو صح. يبقى كده فعلا ان اجابة السؤال ده بي. هيبوكاليمي. وصلنا لسؤال كيس يا دا كاترة. وقفوا الفيديو كده دقيقة. وحاولوا تحلوه بنفسكم عشان شاكر اكل ده. هقول لكم الكيووردس بس. ثلاثة اتنين واحد. لقول لك واحد عنده اربعة واربعين سنة. ببقى النظر عن عمره. جالك بالضغط ده. عرفنا زي انه ضغط من اليونت. طب عرفنا زي انه قليل انه الضغط ده قليل. عشان الطبيعي بتاع البلاد بريشر واكيد تعرفوا من مية المية واربعين اللي هو السيستول. والدي سيستول زي بالزبط من ستين لتسعين. اهو البالس ريت من ستين لتسعين. ده نورمال. لو اقل من كده هيبقى ايه? هيبقى بريدي كارديا. طب هنا لو اقل من كده هيبقى ايه? هيبقى. الاتنين دول كنا درسناهم مع الفايتل ساينز. كانوا اربعة فيتل ساينز. منهم التيمبريتشا والرسبريشن ريت برده. دي اساسيات اكتبوها لو ونسيتوها. المهم اللي احنا لاحزناه ان هو عنده وبريدي كارديا. ده يقول لك ايه كده? مش فاكر? ده يقول لك والله ان التلاتة بتوعنا يبقى اكيد واحد من التلاتة واحده بتسمي بيه. تماشي عايزين نفرع بقى. كاتب لدي هنا هيبرجليسيميا اللي كانت مميزة مع مين? مع الكالسيوم تشاند بلوكرز. اهو الهايبو جليسيميا مع الكالسيوم تشاند بلوكرز. طبعا ديت معالمات عامة. يقول لك الجليكوز لما بيزيدت الدم. بيبقى بسبب ايه? اكيد والله بسبب نقص الانسولين اللي كان بيدخل الجليكوز للخلايا. فبيفضل في الدم. طب تعرفوا تقولولي ديت حالة ايه? احسنتم كالسيوم تشاند بلوكر تكسوسيتي. لو انتو فاكرين الهايبرجليسيميا كانت بتحصل مع كالسيوم تشاند بلوكرز. وحتى كتبتلكم تحت في الاضر نوتس هو سبب الهايبرجليسيميا دي. ها البوميتينج ديت كانت ايه? كانت من الحروف اللي اخدناهم مش كده برضو? مع بيقول لك زي ايه? زي يعني يبقى كده والله ستة وتلاتين بي. كده خلصنا الحمد الله. نروح للاس ايكيوز. هنعرف ان هي ما بقتش عليكم. بس كراءة سريعا كده. دي طبعا اسئلة من رئيسة القسم نفسها اللي عاملة الامتحاك. لحظت ان قلت ايه? ان قلت قلول. فاكرين قلول دي كتفين? كانت اهيم مع البيتا بلوكرز. ده والله كان الصوفيكس بتوع انواع البيتا بلوكرز. فبيقول لك الميكانيزم في اكشن. انا كتب لكم ايه عن الميكانيزم في اكشن? اه فروم نيم ذين ذات. يعني هتقول له بيتا بلوكرز بلوك بيتا رسيبتورز. اوف سيمبيساتيك سيستم. وبعدين تقول له هيسبب في نقص ال فيكلي كي ام بي. ولعا عاوزين تضيفه اي حاجة في كليناكال بكشن فيش اي مشكلة. اول حاجة هتقولها له نقص اللي هو ولو ما قلتش برضو مش مشكلة انت خط الدرجة كده كده ولو رميت لك اي حاجة من هنا او من هنا او من هنا كده يعني عادي. هتاخد الدرجة برض. يبقى احنا كده خلصنا السؤال الاول. يعني البيتا بلوكرز. هتقول له اربع حاجات. تعرف توقف الفيديو كده وتقول لي. هنبدأ بالبراديكارديا وبعدين هايبوتينشن. وهنقول له نقص ال بس مش لازم. بعدين هنقول له الهايبو جليسيميا والهايباركالمية. بس كده. لو كان قطع لك السؤال لحد كده يعني هتبقى الاجابة واضحة قوي. هتقول له مثلا نركب له محلول صلاي. اللي هو محلول مالحة هيفعله الضغط. والاجابة دي تظل صحيحة. لو قرأنا السؤال كامل وعاوزين نعالج البروبرانونول. بعد النظر بقى عن الهايبوتينشن بتاعته او دراديكارديا او اي حاجة. هنقول له التريتمنت اللي احنا نعرفه عن البيتا بلوكس. هنقول له جليكوز والانسولين. وهنقول له جليكوز كون. بس كده. طبعا ده استثناء من اسمي ادوية كنت قلتلكم قبل كده اي قانون لاستثنائي. يعني ده ممكن فعلا ينفع زي مثلا او ولكن مش على طول بينفع. زي اللي معنا دلوقت. فلو عاوزين تكتبوه كاستثناء ما فيش اي مشكلة. فهنا بيقول لك ايه الميكانيزم بتاعته. هتقول له الميكانيزم بتاعته. هتقول له والله ان القنوات الكالسيوم دية بيحصلها بتقفل. بالتالي بتقل وبالتالي هتقول له وانتو عارفين يعني ايه. اهو بتاعنا بتاع هتقول له والله معدين الكالسيوم. وملحوظة هو بيقول لك فهتقول له الكالسيوم عشان بيحصل وهتقول له عشان الجلوكوز بيرفع من الخصائص القلب. والانسولين بساعد الجلوكوز ان يدخل جوة الخلايا بتاعت القلب. ولو ضربت له دية كمان هيقول لك وكي ما فيش مشكلة خط درجة. لحظة عاوزين حاجته مش حاجة واحدة. بالنسبة للميكانيزم هتقول له هتقول له بسبب نقص وهتقول له الاتنين اللي احنا كانت بينهم هنا. يعني كل اللي انت حفظه بس هترصه. وملحوظة لو قال لك الديفرينشيل بتاع الديجيتالس والبيتا بلوكرس هتقول له برضو الحاجات اللي بالاخر ضيت مش هتجيب له سيرد اللي باللون الاخرد ده برضو بس غامل. مش هتجيب له سيرد. آه تسألنا عليها اكتر من مرة. بسبب وكون كده خلصنا الاسئلة الحمد لله. تمام? بالتوفيق يا دكاتر ان شاء الله. كده الحمد لله خلصنا السامري والامسي كيوز كمان. وانا هنا بالاسي كيوز كده بسرعة. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. واكرر قوله تعالى ومن اراد الاخرة وسعى لها سعياء وهو مؤمن وولئك كان سعياء وبمشكور. والسلام عليكم ورحمة الله. نشوفكم ان شاء الله في الدرس اللي جاي بتاع الكوسيتيكس والكروسيب.